موسيقى النمسا تمنح اللجوء لأكثر من 26 ألف شخص في 2023 الخارجية تدين أعمال العنف من المستوطنين في الضفة الغربية النمسا تشهد مظاهرات ضد اليمين المتطرف وتضامنا مع فلسطين فرق الإطفاء تكتشف ثلاثة جثث لتجار تحف داخل شقة زيادة أعداد التلاميذ المطرودين من مدارس فيينا وزير حقوق الحيوان يعلن عن إصلاحات في قانون تربية الكلام مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن أكثر من 26 ألف شخص حصلوا على حق اللجوء في النمسا خلال العام الماضي بزيادة 4500 شخص عن العام السابق ومنحت الحماية الكاملة لما يصل لسبعة عشر ألف شخص فيما حصل ثمانية ألاف على الحماية الفرعية سمح لألف وسبعمائة وخمسين بالبقاء لأسباب مستحقة تم تسجيل ما يصل لتسعة وخمسين ألف طلب لجوء بانخفاض ثمانية وأربعين بالمئة عن العام السابق وتصدر السوريون القائمة بعدد اللاجئين تلاهم أفغانستان وتركيا حيث يحظى السوريون بأفضل فرص للجوء بنسبة 61% أدان وزير الخارجية النمساوي أليكساندر شالنبرغ بشدة العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون في الضفة الغربية داعيا إلى فرض عقوبات صارمة عليهم وأكد شالنبرغ على ضرورة دعم حل الدولتين من خلال التفاوض مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان عيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب في سلام فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا أشار إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مؤكدا على أهمية حزمة المساعدات بقيمة 50 مليار دولار تظاهر الآلاف في مدينة جراتس يوم السب ضد التيار اليميني في غضون أسبوع من الاحتجاجات الواسعة في أوروبا أتجمع آلاف المحتجين في المحطة الرئيسية ثم توجه إلى الساحة الرئيسية في المدينة حيث أقيم بحر من الأضواء في المساء شارك فيه شريحة واسعة من رواد الفن والثقافة وفي نفس الوقت استمر الناشطون الفلسطينيون بحراكهم الأسبوعي ضد العدوان الإسرائيلي على غزة منذ ثلاثة أشهر حيث جاب المئات شوارع فيينا مساء الأحد اكتشفت فرق الإطفاء في شقة بمنطقة بادفوسلاو في النمسا السفلة يوم السبت ثلاثة جثث لأشخاص تم قتلهم بالرصاص ثم أحرقت الشقة وواصلت الشرطة تأمين الأدلة واستجواب أقارب الضحايا بعد اكتشاف الجثث في شقة تعود لتجار تحف ويفترض أن القاتل قد ارتكب جريمة قتل متعددة وربما انتحر لكن لا يمكن استبعاد وجود طرف ثالث في الجريمة ولذلك تبقى التحقيقات جارية لتحديد التفاصيل وسياق الأحداث وانتظار نتائج التحقيق الجنائية تم استبعاد حوالي ثمانمائة وأربعة عشر طالبا في فيينا خلال العام الدراسي الفين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين بسبب تكرار تسببهم في أعمال العنف بزيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة وغالبا ما يؤدي التصرف العدواني إلى استبعاد الطلاب لفترة تصل إلى أربعة أسابيع لحماية البيئة المدرسية بلغ إجمالي حالات الإيقاف في فيينا خلال العام الفين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين حوالي ثمانمائة وأربعة عشر طالبا معظمهم في المدارس الثانوية حيث يعتبر الإيقاف إجراءا فوريا لحماية الآخرين لكن يرى بعض الخبراء أنه لا يعالج جذور ظاهرة العنف في المدارس أعلن وزير الصحة يوهان سراوخ أن النمسا سوف تشدد قوانين تدريب الكلاب للحماية والهجوم حيث يهدف ذلك إلى إنهاء تربية الكلاب العدوانية وستنقش التعديلات المقترحة للقانون في البرلمان في أبريل وتشمل متطلبات صارمة لأصحاب الكلاب مع اختبارات للفصيلة وشهادات طبية بيطرية ويحضر تدريب الكلاب على الهجوم بشكل غير مراقب ويطلب من أصحاب الكلاب اجتياز اختبارات لضمان الجودة وفحوصات من هيئة مستقلة ويأتي هذا التعديل بعد العديد من حوادث هجوم الكلاب على البشر كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لمزيدا من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا قتيب اللحام أمسي سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة